أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن عدم تأثر جمهورية مصر العربية بالعطل التقني الذي حدث على أحد أنظمة الأمن السبراني العاملة على الأنظمة الحاسوبية السحابية نتيجة لقيام بعض أعمال التحديث الفني وأشارت الوزارة إلى أن جميع المطارات والموانئ المصرية والخدمات المصرفية على جميع البنوك الحكومية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ومنصة الخدمات الحكومية وأنظمة شبكات الاتصالات داخل مصر تعمل بشكل طبيعي وقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمتابعة الموقف فور حدوثه وتؤكد الوزارة على متابعة الأمر من خلال الجهات القومية لتنظيم الاتصالات وفريق عمل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات وشبكاته لحظة بلحظة لحين انتهاء المشكلة العالمية ترجمة نانسي قنقر